ونبدأ ردير الأخبار من العراق حيث جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمسكه بحكومة أغلبية وطنية وكان الصدر قد استقبل رئيسة حالف الفتح هادي العامري في منطقة الحنانة وقالت مصادر عراقية إن اجتماع الجانبين بحث تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ومعنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي حكومة ذات أغلبية وطنية اجتماعات واتجاه لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر كيف يمكن وصف اليوم الاجتماعات أولا حيدر ومسار تشكيل هذه الحكومة روبير بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر اليوم لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية هذا يشير إلى التمسك الواضح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحكومة الأغلبية وهذا يشير أيضا على أنه لم يتفق حتى هذه الساعة مع قوى الإطار التنسيقي لضم بعض هذه القوى واستبعاث قوى أخرى واضح أن الفيتو الصدري على دخول زعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي في أي تشكيلة حكومية مقبلة وضرورة ركونه إلى جانب المعارضة أو إلى كرسي كراسي المعارضة في البرلمان المقبل واضح أن هذا الأمر حتى هذه اللحظة يمثل العقبة التي تقف أمام دخول البيت الشيعي بكتلة واحدة لقبة البرلمان المقبل حتى هذه اللحظة المفاوضات والمباحثات مستمرة اليوم سيعقد مساء اجتماع في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لقوى الإطار التنسيقي لبحث المباحثات التي حصلت بين زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وبعد ذلك سوف تخرج قوى الإطار بموقف موحد حيال مفاوضاتها مع الكتلة الصدرية إما أن تقرر أو بعضها يقرر الدخول مع الكتلة الصدرية والذهاب إلى البرلمان بالكتلة الأكبر أو تعلن عدم قبولها شرط التيار الصدري باستبعاد نور المالكي من أي تشكيلة حكومية مقبلة وهذا يعني أن الصدر قد يتوجه إلى البرلمان بتحالفات وطنية أخرى وهي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا مع القوى السنية الممثلة بتحالف تقدم والعزم مراسلنا حيدر الأسدي مباشرة من بغداد